زوجي ربعة كل واحد منهم معدد الأول من أخذ من المغرب والثاني من الأردن والثالث من مصر وزوجي يقول لي آخر السنة راح أتزوج فهل أستمر معاه أم لا؟ أم أطلب الانفصال؟ وهو خيرني بين الاستمرار وبين طلب الانفصال شوفي يعني في موضوع التعدد في بعض الرجال يعني طبعاً رجال أنواع وكل واحد لشخصيته في بعض الرجال يعني صريحين وواضحين تماماً أنا سولف لي واحد عندي ذاك اليوم يستشيرني يقول لي أنا لما رحت أتزوج الثانية قلت حق زوجتي الأولى قلت لها ترى أنا رايحة خطب قلت لها شاذي قلت لها؟ قال لي والله قلت لها قلت لها يعني أنت حين فكرت قبل لا تكلمها شان يقول لي أنا إنسان سيدة شوفوا هذا النموذج اللي قاعد سولف لكم عنا في رجال من هالنوع يتكلم بكل وضوح هذا الأخ اللي قاعد تسأل عنا الأخت من هذا الصنف واضح ربع أصدقاء كلهم معددين وشكله بيدخل بالجو وهو فهو خيرها هي تقول خيرني تبتستمرين معاي أهلاً وسهلاً أنت على راسي ما تمين تستمرين معاي أنا مستعد أطلق يعني إذا كان هذا قرارك فتقول لي شي الحل؟ والله يشوفوا يعني مرة ثانية مرة ثانية أنا لما أتكلم في جواب أو في حل أنا أتكلم من قصص كثيرة أنا عشتها وبالتالي أحياناً يمكن أقول لكم أنا جواب يمكن إذا أنتوا حين قاعدين مثلاً على كرسي والجو براد يعني حاطين الريل على الريل وقاعد تسمعوني عادي تقولون ترى جوابك غلط يعني الإنسان لما يكون قاعد يسمع من باب الثقافة غير لما يكون حاط إيده بالنار أو حاط إيده بالمشكلة ولا بالقضية وقاعد يعالج ولذلك في كثير من الإجابات يمكن أنا أجاوبها يمكن ما تناسبكم لأنه طبيعة حياتكم مزاجكم الظرف اللي أنتوا تعيشونه مختلف عن الظرف اللي قاعد يعيشه اللي قاعد يسأل وهذه ترى نقطة مهمة يعني إحنا نفصل الجواب مثل الثوب حسب الحالة اللي أمامي أنا أحياناً تعرف عليه قضيتين متشابهتين الأولى أقول لهم طلقوا والثاني أقول لهم استمروا ونفس المشكلة طيب ش اللي يخليني أقوله هني يطلق وهني يستمر دراسة الحالة دراسة الحالة هي اللي تساعدني في الجواب في ناس الطلاق بالنسبة لهم هو الصح في ناس بالنسبة لهم الاستمرار صح يعني أنا عندي واحدة ذاك اليوم تقول لي اكتشفت زوجها شاذ جنسياً يعني أنا حيث لو أقول لكم شاذ جنسياً شاذي الجواب؟ هاتوا أشوف يلا كتبوا لي شاذ الجواب؟ يعني يمكن تسعة وتسعين بالمئة منكم الحين بيقولون طلاق بعد ما فيها نقاش صح؟ شاذي الجواب على طول أكيد طلاق؟ بس لما درست الحالة أنا اش اكتشفت؟ المرأة هذه أولاً ما عندها دخل ثانياً أمها وأبوها متوفين عندها أخو ساكن في البيت والأخو هذا مدمن مخدرات بعدين هي غير موظفة بعدين عندها أربع أطفال طيب شون نقول لها طلب الطلاق؟ طلب الطلاق هذه بين تروح؟ شو تعيش؟ شو تسوي؟ لو زوجها هذا اللي عندها شدوث جنسي يضغط ولا يشد عليها ولا يظلمها تتورط عشان شي أنا قاعد أقول لكم فيه جواب سريع وفيه جواب بطيء فنفصل الثوب حسب الحالة طيب الآن بالنسبة حق إختنا هذه الجواب الأولي عدم الطلاق لا تستعي لين صبري هو فاتحك وقال لك كالربعي معددين واناو يعدد آخر السنة نحن نحيب شهر خمسة معدل يعني على آخر السنة عندنا سبع تشهر صبري لا تستعي لين؟ يمكن بالسبع تشهر يغير راية ما تدرين؟ هذا واحد اثنين ممكن ترى أكوائد راية لنا عرفهم بيقلدون أصدقائهم فيتزوجون ثانية أو ثالثة بس ما ينجح زواجهم يرجعون مرة ثانية لزوجتهم الأولى ويندمون على زواجهم الثاني أنا عندي حالات من هالنوع فإذن هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الأول عندنا سبع تشهر ليش نستعجل بالطلاق؟ طولي بالك الاحتمال الثاني احتمال يتزوج ما يتوفق هذا احتمال ثاني فليش نستعجل بالطلاق؟ طولي بالك الاحتمال الثالث لو تزوج وتوفق وحسيتي بيستمر هني صار القرار بيدك عاد خاص هني صار هذا الميدان يا حميدان صار الملعب عندك أنت عادة هني قرري تابعين تستمرين مع قرارك تابعين تطلبين الانفصال هم تقرارك بس انا قاعد اقولش الخطوات انه لا تستعيلين في الطلاق نطري شوي عطي فرصة طالما المسألة فيها سعة